أنا عندما يذهب ويواجه دبابة ويقف يعني في هذا وكان يسعى أنه يحقق شيء معين في داخل رغبه داخلية يقول لكم محمى أني استشادت أنا يا محمى وبينما يقوم فارس بإعاقة تحركات الدبابة والوقوف لها بالمرصاد تم نصب كمين من أجله وكان قد أنهى ما بحوزته من حجارة وفي لحظة غدر